النهاردة ورده اجتمع السفير الدكتور أحمد إهاب جمال الدين الأمين العام لللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمساء الإنسانية والاجتماعية الدولية أكد أن مصر تشارك دول عالم اهتمامها بتعزيز حقوق الإنسان وأن الدولة المصرية مهتمة بكافة حقوق الإنسان باعتبارها مترابطة وتعزز بعضها الآخر وكغيرها من الدول تسعى للبناء على ما لديها من إيجابيات وللتصدي لأي تحديات في هذا الفرد ده السفير إهاب جمال الدين ده هو الأمين العام لللجنة الدائمة لحقوق الإنسان وأضاف السفير جمال الدين في كلمته النهاردة خلال اجتماع الأمانة الفنية لللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع ممثل منظمات المجتمع المدني في إطار الإعداد بالدولة بتعد تلوقتي إطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان لأول مرة في مصر في مجموعة من حوالي 25 من الشخصات العامة ممثل المنظمات المجتمع المدني مع السفير الدكتور أحمد إهاب جمال الدين الأمين العام لللجنة الدائمة تابعة وزارة خارجية بيتم الآن بنائس أول استراتيجية مصرية لحقوق الإنسان دي هتبقى من الدول من أوائل دول العالم اللي بتبني استراتيجية كاملة متكاملة لحقوق الإنسان في مصر بمشاركة المجتمع المدني وبإشراف وزارة الخارجية هي المسؤولة عن هذا الإطار الأمين العام زي ما حضركم شايفين السفير إهاب جمال الدين وعرض خطوات إعداد الاستراتيجية النهاردة وأهم محاورها مؤكد أنها تنطلق من قناعة تامة وذاتية بأهمية حقوق الإنسان كجزء مهم في مسيرة التنمية الشاملة للدولة المصرية اتناول جمال الدين خطوات إعداد وصياقة الاستراتيجية وخطة التشاور الموسعة الجارية بشأنها والتي تشمل لقاء مع المجلس القومي لحول الإنسان واكتماع مع إلها الاستشارية التي شكلتها اللجنة العليا تضم 25 من الشخصيات العامة يعني أعتقد أنه موضوع حقوق الإنسان خلال هذه المرحلة بيحظى باهتمام الدولة المصرية على كافة المستويات المستويات الدبلوماسية المستويات الحقوقية المستويات المجتمع المدني والمستويات القانونية وتشكيل هذه الأمانة برئاسة يعوزات خارجية أعتقد أنه بعد جديد وتطور حقيقي في هذا المضمار بيؤكد حرص مصر على حقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية وأنه مصر زي ما قال سيد سامح شوكري وزي ما قال نهاردة السفير إهب جمال الدين لها خصوصيتها لكن احنا مش مفصلين ومش منعزين عن العالم كل ما يعني يتسنى لي أن أعيده في هذا الإطار هو طولا واحدا لا يوجد صحفي مصري أو صحفية مصرية إعلام مصري أو إعلامية مصرية خلف القطبان نتيجة رأي أو مقال أو اختلاف في وجهات النظر أو أي شيء من هذا القبيل غير موجود ده كلام أنا بقوله ومسؤول عنه بقوله السيد سامح شوكري وزير خارجية والدولة المصرية في إطارها الرسمي وفي سياقها الرسمي بتؤكد هذا بقوله عنده حاجة عكسي كده بقوله فيه اختفاء قصري لناس قولونا أسمائهم قولونا أسمائهم عشان نشوف الناس دي فين موجودين فين بشكل رسمي أو موجودين فين بره مصري يعني هننشوف لأنه كل الردود خاصة في الاختفاء القصري كانت الدولة الأكثر إيجابية في الردود على كل الأسماء كانت مصر عندنا ورقنا كامل مين فين بيعمل إيه ما فيش حاجة عندنا بنخبيها لأنه احنا عندنا دولة قانون ما عندناش دولة غاب احنا مش قاعدين في دكانة احنا عندنا مؤسسات وغير مسموح غير مقبول تبقى للدستورة القانون أن فيه حد يختفي أكثر من 24 ساعة يعني تبقى للقانون لازم حتى لو تم القبض عليه يتم إبلاغ محامية أو أهله أو غيره تبقى للقانون فيش حد لا في الأمن يقبل ولا في القضاء يقبل ولا في النيابة يقبل ولا حدك على مستوى الإنساني أنت مختلف معايا وأنا مختلف معاك لكن تبقى إنسان وأبقى إنسان أنت مختلف معايا وأنا مختلف معاك تبقى في أنها لك حقوق وعليك واجبات ولي حقوق وعليك واجبات احنا مش قاعدين في غابة اللي يقدر يأكل التاني يأكله وبعدين مهما كان واحد معارض مهما كان واحد له رأي مخالف مهما كان واحد له رأي مغير ايه اللي هستفيده كدولة ايه اللي هستفيده كمواطن انه انا يعني اقوم بوضعه خالف القبار ليه يعني عشان اخفت صوته صوته هيعمل ايه اتكلم اطلع اتكلم والبلد فيها فيها رأي وفيها رأي اخر وفيها ارهاصات وفيها افكار وفيها زي ما قلنا حتى لو فيه ملاحظات حتى لو فيه انتقادات نقبلها طالما كانت على قص موضعية انا بقول تاني الدولة المصرية خلال السنوات الماضية ست سنوات كانت صعبة جدا بنبني وبنعمر بنربط على بطننا عشان نتحرك لقدام بنتحمل وقالنا بتتحمل عشان خاطر البلد توقف على الجاشة بحارب ارهاب من ناحية عشان احمي بلدي احافظ على بلدي عندي معركة اقتصادية عندي حاجات كتر جدا كان لازم اقف هذه الوقفة وانا بحارب ارهاب وانتوا عارفين الارهاب بينفذ يحاول انه ينفذ من خلال استغلاله للقوانين واستغلاله لبعض روح بعض تفسيرات روح القانون بينفذ من هؤلاء لمحاولة تمويل الارهاب او دعم الارهاب باشكال مختلفة ده بيحصل عملية تداخل اعتقد انه وصلنا مرحلة دلوقتي ان احنا قادرين على ان احنا نضبط اقاع منظومة حقوق الانسان ونضبط اقاع الرد والتعامل مع هذا الاطار احنا مفيش على رأسنا بطحة الدولة المصرية بتعمل شفافية كاملة بتعمل في ظل قانون في ظل دستور عندي مجالس نيابية وعندي ان شاء الله محليات جاي في الطريق عندي مجتمع مدني عندي جمعيات مجتمع مدني عندي اعلام عندي اصوات عندي ناس 100 مليون انت هتقدر مين متخيل انه تيه حد يقدر يفكر انه يقفل بق 100 مليون مين قال مين متخيل ان احنا في الدولة المصرية ممكن حد يفكر انه يعمل كده مين مين هيفكر انه يخلي الناس متكتيبش رأيها يخلي الناس يعني عايز اقول والمصلحة مين هو الناس اللي بتقول رأيها هو احنا بنعمل جريمة عشان خايفين ناس تقول رأيها احنا بنبني احنا بنبني احنا بنعمر انت فتع عينها في اي مكان هتلاقي فيه قصة نجاح قصة تعمير قصة شغل هو انا عايزك تقفل عينك وتقفل بقك انا عايزك تتكلم وتشوف انا عايزك تتكلم وتشوف تشوف اللي بيحصل في بلدك وتكلم عليه وعلم عيالك وقول لو لك رأي يقوله عايز تضيف اضافة اقول عايزين الناس تكتب شعر عايزين الناس تكتب مقالات عايزين الناس تقول اراء عايزين المفكرين يفكروا والباحثين يبحثوا والعلماء يخترعوا عايزين الناس تشتغل مين متخيل ان فيه دولة بحجم مصر وبتاريخ مصر وبطبيعة المصريين يمكن ان هي تنكافئ على نفسها وتغلق على نفسها